مرة جديدة تخرج اتهامات من العراق بأن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيموية معظم الاتهامات السابقة للتنظيم باستخدام هذا السلاح طبعا هذا النوع من السلاح كانت تقول إنها استخدمت ضد المقاتلين من البشمرقة شمالية العراق كما أوردت أكثر من مرة تقارير من كوردستان العراق وأخرى من أجهزة الاستخبارات الغربية لكن أحدث هذه الهجمات كان هدفه هذه المرة منطقة بشير وتازة قرب كاركوك ويسكنها عراقيون من التركمان وهو ما يثير التساؤل عن الهدف الحقيقي من مثل هذا الهجوم ومراميه القريبة والبعيدة رئيس الوزراء العراقي سارع إلى زيارة وجهاء المنطقة والوعيد بأن داعش سينال ردا قاسيا وعيد ينظر إليه بتساؤل أيضا في ظل بطء تقدم القوات المشتركة في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داعش جريمة حرب جديدة يرتكبها داعش في العراق السلاح الكيموي كان وسيلة التنظيم المتشدد هذه المرة مستهدفا منطقة سكنية مدينة تازا الواقعة جنوب كاركوك شمالية العراق كانت هدف هجوم داعش الكيموي هجوم قالت السلطات إنه أسفر عن مئات الإصابات بالاختراق والحروق والطفح الجلدية المادة الكيموية المستخدمة في القصف لم تعرف بعد وإن ذكر مسؤولون محليون استخدام غاز الكلور وتحدثوا عما وصفوه بتكثف الغاز على شكل قطرات فضية سائلة الهجوم الذي شنه داعش بصواريخ كاتيوشا أدى إلى نزوح 150 عائلة من العراقيين التركومان من البلدة صوبى مدينة كاركوك التحالف الدولي استبق عمليات داعش باستهداف بنية التنظيم التحتية للأسلحة الكيموية فشن عشرات الغارات الجوية على ما يعتقد أنها مواقع لأسلحة غير تقليدية لداعش قبل يومين فضلا عن عمليات خاصة نفذها قبل شهرين غارات ركزت في المقام الأول على مختبرات ومعدات إضافة إلى خبراء في الأسلحة الكيموية عمليات توجت مؤخرا بإعلان البنتاجون عن النجاح في القبض على مسؤول الأسلحة الكيموية المدعو سليمان البكار وتسليمه إلى السلطات العراقية وهو معتبر نجاحا كبيرا في الحرب ضد التنظيم كما حصلت قوات التحالف على معلومات تسمح بتنفيذ المزيد من العمليات لتدمير قدرات داعش الكيموية المتبقية التي ينذر إليها بعين القلق لدى سامي قاسمي المزيد عن الهجمات السابقة التي شنها داعش باستخدام أسلحة قيل إنها غير تقليدية في العراق وهي كثيرة سامي تفضل نعم فضيلة منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق في العراق وذلك في شهر يونيو عام 2014 بدأت الاتهامات تتوالى بأن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيموية في معاركه كما نشاهد هنا في هذه الخريطة تقول الاتهامات بأن داعش استخدم عدة مرات أسلحة كيموية وأن بإمكانه صنع كميات صغيرة من المواد السامة مثل الكلورين وغاز الخردل أول الاتهامات لداعش كانت في مدينة الظروعية كما نشاهد هنا كانت هناك اتهامات لداعش باستخدام القصف على مناطق للمدنيين هذه المدينة التي تبعد حوالي 80 كم عن العاصمة بغداد واتهم داعش بشن هجومين في شهرين سبتمبر وأكتوبر عام 2014 واستخدم قنابل تحمل غاز الكلور على قوات عراقية وميليشيات شيعية في أفضلوعية وأيضا في منطقة بلد في الثالث والعشرين من يناير من العام المنصر من فجرة شاحنة محملة بغاز الكلور في إحدى المناطق الحدودية بالقرب من مدينة الموصل هنا في هذه النقطة تحديدا تهم حينها داعش بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثين مقاتلا من قوات البشمرقة وأيضا اتهمت قوات البشمرقة الكردية تنظيم داعش بقصف مناطق تسيطر عليها قرب الموصل بصواريخ تحمل غازات سامة كما اتهمت حكومة إقليم كردستان العراق تنظيم داعش في أغسطس من العام الماضي أنه أطلق نحو خمسين قذيفة على مدينتي غوير ومخمور عند هذه النقطة تحديدا هنا مدينتين يقعان جنوب غرب أربيل وتحمل هذه القضائف غاز الخردل السام في السادس والعشرين من الشهر الماضي اتهم داعش أو اتهم داعش بشن هجوم على منطقة سنجار هذه المنطقة الكردية هنا في هذه النقطة بأسلحة كيموية ضد قوات كردية كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينن قد ذكر الشهر الماضي أن تنظيم داعش استخدم عدة مرات في ساحات المعارك أسلحة كيموية وأنه يستطيع صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اليوم أن قواتها شنت ضربات جوية على منطقة تازا هنا كما نشاهد في هذه النقطة ويعتقد أنها أضعفت قدرات تنظيم داعش على شن هجمات كيموية مضيفة أن المعلومات التي تم جمعها من أجل الضربات جاءت من مسؤول في داعش عن صنع هذه الأسلحة أسرته قوات خاصة أمريكية قبل أيام إذن فضيلة كما شاهدت معنا ليست المرة الأولى منذ عام 2014 وهناك اتهامات للتنظيم بشن هذه الهجمات الكيموية في مناطق في العراق سنحاول معرفة الدوافع والأسباب وكيف وصلت لداعش كل هذه الأسلحة غير التقليدية مع عبد الكريم خلف الخبير العسكري والاستراتيجي من بغداد سيد عبد الكريم خلف ماذا تقرأ في لجوء داعش لهذا التكتيك أو هذا النهج بشكل مكثف في الفترة الأخيرة شكرا جزيلا الحقيقة كل الهجمات التي شنها داعش بواسطة الأسلحة الكيموية كان يستخدم فيها غاز الكلور وكانت محدودة جدا أعنف هجوم كان يتجاوز تسع قذائف وهذا كان فيه سنجار وبقية الهجمات كانت متوزعة بين ديالة وضوعية والمناطق الشمالية وجنوب غربيل وأيضا الشمالية الغربية من الموصل كانت هذه القذائف لا تتجاوز الخمسة لكن هجوم تازة كان هو الأشد عنفا وكان بـ 41 قذيفة مختلفة العيارات وكانت محملة بغاز مختلط اللي هو الكلور والخردل الخردل لو كان هذا شديد الفعالية لكان أحدث كارثة كبيرة وكان ربما دمر المدينة بكاملها ولكن هذا الغاز منخفض الفعالية بسبب الخزن وربما طريقة التصنيع التي لا ترقى إلى أن يكون سلاحا فتاكا مثل ما هو معروف هذا الغاز يستخدم مجرد وجوده في منطقة سكنية فقط استنشاقة يؤدي إلى الوفاة بعد ساعة أو ساعتين من حصول الهجوم ولهذا الآن الموضوع أخذ شكل آخر استخدام هذه الغازات في مناطق محددة وكل المناطق اللي يستخدمها هو استخدمها ضد البشمرقة وضد مناطق شيعية تركمانية كانت أم غير تركمانية وكان ما يخسر هجوم أو يخسر منطقة استراتيجية يبادر فورا إلى شن هجمات من هذا النوع وهي تحدث خسائر فقط وستحرم على الطرفين الوصول إلى الهدف وبهذا هو لا ينوي الحصول على مكاسب في الميدان قدر ما ينوي إلى إرعاب يعني مزيد من الرعوب واحدة سيد خلف فقط ربما الهدف إطالة أمد المعركة وليس تغيير موازن القوة على الأرض الآن هذا السلاح أمدا هو لا سمحت لي فقط هذا السلاح الغير التقليدي أصبح في يومية داعش من أين حصل على هذا السلاح سمعنا قبل فترة أو العام الماضي بأن داعش قد يلجأ للحصول على أسلحة أيضا كيموية من باكستان ماذا تتصور هنا يعني يعني هو أولا في المناطق السورية والمناطق العراقية في كل المدن العراقية هناك محطات مياه كثيرة جدا وكانت مكدسة فيها الكلور كمادة لتنقية المياه موجودة بالأطنان يعني بشكل كبير استغلت المهندسين الذين يعملون مع داعش هذه الأماكن وحولوا هذا الموضوع إلى سلاح كيمياوي وهم يمتلكون مادة أولية من الكلور بشكل كبير ومكثف أما الخردل هناك بقايا من الأسلحة الكيميائية للجيش العراقي السابق موجودة في بعض المخازن وهناك قيادات في داعش من الضباط الذين يعرفون أماكن هذه الأسلحة واستخدموا قسم من هذه الأسلحة مع الغاز الكلور الموجود أساسا في المدن العراقية والسورية ولهذا أعتقد أن الخزين من الكلور موجود ولكن فعالية الكلور ليست شديدة جدا ولكنها تحدث إرباك حقيقة في الأماكن التي تضرب فيها بسبب تأثيراتها الفورية وعدم معرفة كثير من الناس والمقاتلين بشدة فعالية هذه الأسلحة أنها تحدث بعض الإرباك في ميزان القوى إذا استخدمت بكثافة هذا يعني أيضا بأن تاكتيكات داعش أصبحت ربما كما يصف البعض أكثر تعقيدا كم يفرض من أساليب جديدة عسكرية على القوات العراقية على الأرض هو الآن فقد القدرة على الهجوم فقدرة على الدفاع بدأ يتراجع بقسوة شديدة يفقد أماكن استراتيجية هامة ولهذا نعتقد تكثيف مثل هذه الضربات هو ردفع طبيعي لإيجاد نوع من التواجن وعلى الأقل تقدير هو إبطاء حركة القوات المسلحة العراقية والبيشماركة ومناطق أخرى وأنا أعتقد ربما هذا الأسلوب عندما استخدم قذائف بحدود أكثر من 40 قذيفة في مكان واحد ربما سيستخدمها أيضا في أماكن أخرى لكن بالتأكيد أجزت الاستخبارات الغربية لديها مجسات وبعض الأمور الفنية المرتبطة بالطائرات والاستخبارات بإمكانهم معالجة هذا الأمر إذا ما شاعد العراقيين في هذا والسوريين أيضا ألا يزيد الأمر الحاجة والضغوط من أجل تحرير مناطق أخرى في محافظتي كاركوك وصلاح الدين من أجل ردع داعش هذا طبعا كلام صحيح وفي محلة والميدان يضغط على كل الجهات الحكومية والجهات في كردستان للتعاون فورا يعني الآن العاقة اللي يقدمها الكرد والقادة الكرد في هذه القضية أصبحت الآن يعني ملحة يجب أن يتخطوا بعض العقبات لكي يتعاونوا مع حكومة المركز وما موجود من حشد شعبي تركماني في منطقة الكائنة جنوب غرب كاركوك والتي هي هدف دائم لداعش خاصة حق الكلاب النفطي وبعض المناطق لتوقعها داعش يجب أن تستثمر هذه الجهات الآن هذه الفرصة وأن تقوم بعملية باتجاه الحويجة ومنطقة الرياض والمناطق الأخرى المحيطة فيها وصولا إلى منطقة البشير التي تعتبر خاصرة جدا قريبة إلى مدينة كاركوك وتهدد قلب المدينة حقيقة تازى لا تبعد عن مدينة كاركوك وعن قلب المدينة سوى 5 كم فقط ولهذا أعتقد أن كاركوك الآن ربما ستصبح في مرمى نيران داعش إذا استخدمت بعض القذائف النوعية معينة هذا الهجوم يأتي طبعا في ظل لاستعدادات لمعركة الموصل برأيك ما التأثير ما وزن ما حدث في تازى على المعركة التي يعد لها في الموصل هو الآن اتخذت بعض الإجراءات المهمة في هذه القضية لمنع تأثيرات هذه المكان على الموصل ضربت كل الجسور تقريبا التي تربط الحويجة وكاركوك بمدينة الموصل ثلاث جسور رئيسية كان يستخدمها داعش للعبور على ضفتين نهر دجلة الآن أصبحت ركام ولا يستطيع استخدامها والبنى التحتية لداعش أيضا استهدفت في هذه الأماكن وأعتقد أن عزل مدينة الحويجة عن الموصل هو كان أمر مهم وكان عملية متأخرة جدا حصلت قبل أسبوعين من الآن وهذه العملية كان يفترض أن تحصل قبل أشهر من هذا لمنع تنقل داعش على كل طرفي ضفتين نهر دجلة الآن يجب أن يكون الإجراء التالي بما أن هناك عزل لمدينة الحويجة عن مدينة الموصل الإجراء التالي هو أن هناك يكون ثقل من البشمرقة ومن التحالف الدولي مع حكومة بغداد لهزيمة داعش في منطقة الحويجة وعلى الأقل إبعادها بمسافة لا تقل عن 15 كم عن محيط المدينة لأن هذا الموضوع يصبح تهديد جدي ومستمر لمدينة تعدادها كبير جدا وفيها نازحون كثر وربما إذا هجمت مدينة الموصل سيستغل داعش هذه الفرصة وأيضا يستهدف المدينين بطريقة قاسية شكرا جزيلا لك عبد الكريم خلف الخبير العسكري والاستراتيجي من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر